وعشان كده تعالوا نقولي شوية حاجات تساعدنا على الاستقامة أول حاجة لازم يبقى عندك برنامج أساسي تراجعوا كل ستوشر اسموا برنامج الاستقامة اللي فيه الحاجات الثابتة حاجات الثابتة اللي زي إيه؟ أن أنت تراجع فيها علاقتك بربنا وتراجع فيها علاقتك بأسلتك وتراجع فيها علاقاتك كلها وتراجع فيها كمان يبقى علاقتك بنفسك وعلاقتك بأسلتك وعلاقتك بعملك وعلاقتك بالعلاقات كلها والسعادة وكمان المستقبل المستقيم مهتم بكل جوانب حاجته المستقيم بيعطي لكل زي حق حق كل حاجة تأخذ حقها ومستحقها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما شفت صرف غير مستقيم لما قال للصحابي ومهم لأهل بيته إن لبدنك عليك حق وإن لأهلك عليك حق وإن لزورك عليك حق فأعطي لكل ذي حق حق فأنت لازم تعطي لكل حد حقه هي دي الاستقامة لكن لما تهمل في حاجة أنت مش مستقيم وإذاك الملفات الستة دولا لازم تراجعهم كل ستة شهر إيه الملفات الستة دي تراجع ملف علاقتك بنفسك والله سبحانه وتعالى وتراجع ملف أنت عال فيه تقدم ولو ما فيش تقدم ولو ما فيش تقدم يبقى أنت عندك إيه اللي تستقام يعني ترقيت في معلقتك بربنا ولا لا لو ما ترقتش يبقى فيه مشكلة في الاستقام لا تبص على أسلتك أسلتك حسد براحة أكتر حسد بنعمة ربنا أكتر يبقى أنت مستقيم عملك أنت حاسس بأنك أنت مخلص فيه ومن أهل الإحسان في عملك يبقى أنت من أهل الاستقامة علاقاتك مش العلاقات اللي هي مؤذية لا بتأذي في العلاقات ولا بتسمح لحد لأذيك يبقى أنت من أهل الاستقامة في العمق في المستقبل أنت عندك حلم وعايش بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلماً كبيرة يبقى أنت من أهل الاستقامة لو مش كده يبقى أنت فيه مشكلة في الاستقامة عندك أنت كمان لا أنا مستقيم كمان وكمان عندي حاسس بالسعادة وحاسس أني أنا دايماً سعيد بأرب ربنا حتى لو كانت الدنيا فيها شدة إيه ده؟ هي دي الاستقام فتراجع نفسك كله ستوشر في الملفات دي كلها ملفات الستة دي يبقى كله ستوشر ست تراجع ست الملفات دولها طول حياتك الحاجة الثانية لازم تجدد التوبة طول الوقت لأن تجديد التوبة لما بتخطئ بيساعدك على الاستقامة لأن أحد مشكلات الاستقامة أن عدم الاستدامة طب والناس تفهم الاستدامة إيه؟ معصية وخلاص لا 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 نمعصية وإحنا هنغسل ونقبل على الله سبحانه وتعالى بنقاء ينفع تدخل تصلي بأصل الحياة فيها صلاة بالمناسبة وإحنا عندنا مسجدين المسجد الصغير هو المسجد اللي انت بتصلي فيه جماعة والمسجد الكبير هو الحياة المسجد الكبير هو الحياة بقول لك كده ليه؟ لأن انت لازم عندك صلاة الحياة تصلي في هذا الحياة حاضر النبي قال كده وجعلت ليه الأرض مسجداً أنا عارف التفسير الصعيح أنه هو وجعلت ليه الأرض مسجداً من غير ما تتوضى التوبة هي الوضوء الحياتي ما ينفعش تروح تعمل حاجة في الحياة مو أنت ملوس لازم تتخلص من الحدث اللي على قلبك فالوضوء يعني وضوء الحياة هي التوبة لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقراب الأرض مغفرة ثم غفرت لك ولا أبالي يبقى التوبة هي وضوء الحياة تتوب عشان تقبل على الحياة وإنت طاهر الحياة التالتة أنك تهتم بالقيام بالفرائد واللي أوسع من الصلاة والزكاة فرائد أخرى زي فريضة أن أنت ترعى بيتك ده فرض رابح حاجة أن تخلي علاقتك بالله سبحانه وتعالى محلابة مزيد من المحبة اللي هو يتزود بقى في النوافل بطعم المحبة وآخر حاجة لازم تعملها مناجات الاستقامة أن أنت يبقى عندك مناجات لله سبحانه وتعالى تناجي لله سبحانه وتعالى بيها ترجمة نانسي قنقر